أتبعك ربياً وكلاماً لو كذبوا صدقاً أتساماً لو جرحوا لوحت سلاماً وتغارضيطاً وسيبقى نهجك عنواني ذقت الجنة في إيماني قاسيت وطيفك ساني قاسيت ومشيت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلاً بكم متابعين في حلقة جديدة من برنامجنا صاني الحضارة في موسمه الثالث كيف نصنع الإنسان الذي يهندس ويصنع الحضارة بعد غزوة بدر الكبرى أحد الصحابة أو أمه أيمن هذه الصحابية ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا عندي ابني لهو زيد بن ثابت كان صغير أنه لا يقدرش يحضر للجهاد وكان يبكي في البيت لماذا؟ لأنه لا يقدرش يشارك مع الرجال في تلك الغزوة المهمة فقتلوا يا رسول الله حاول هكذا تتعامل معها قالها النبي صلى الله عليه وسلم يحب يعرف ما هي ميولات هذا الطفل قتلوا إنه شديد الحفظ بالحديث أقصه بأسلوب بلغة العصر إنه شديد الحفظ فلما النبي صلى الله عليه وسلم جابه لاحظ أنه ذكي جداً شديد الملاحظة وعنده قوة عنده حافظة قوية فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أروح تعلم لغة اليهود فإني لا أأمنهم على الكتاب وفعلاً في ثمانية عشر يوماً تعلم لغة اليهود ثم بعثه لتعلم لغة أخرى وهي اللغة السريانية وفعلاً تعلمها وسبحان الله بقي هذا الرجل يقدم للإسلام من خلال الموهبة أو القابلية التي وجدها عنده الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت كان الأغلبية رحين في اتجاه أنهم ينفقون في سبيل الله بأموالهم كان هذا الرجل أو هذا الطفل الصغير قد اكتشف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملكة وسبحان الله هذه الملكة هي التي كانت وراء جمع القرآن القرآن الكريم لما فاتت غزوة اليمامة وماتوا كثير من حافظة القرآن أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب ومشاه فيه مشروع أنهم يجمعون القرآن وكان هو المحقق الذي يشرف على هذه اللجنة الألمية كثير من أبنائنا اليوم لا نهتم كأباء ومربيين باكتشاف هذه القابليات فيهم عنا بروتوتيب واحد عنا نمط واحد لذلك اليوم مع الأستاذ مشري حاب نحكيه في هذا الموضوع كيف أكتشف هذه القابليات عند ابني ولا عند التلاميذ أو عند من أربيهم عموما وما هي أنواعها وشرح موجود عند الأطفال عموما وكيف أستثمر فيها مرحبا بك أستاذ سامحنا على المقدمة وبك أهلا أخي محمد أحييك وأحيي كل مشاهدي القناة الحقيقة أن موضوع القابليات والاستعدادات وسأبين الفرق بينهما هو من المواضيع التي تميز التربية غير العفوية أو التربية بالتخطيط كما قلنا يعني عندما يكون المربي سواء كان أبا أو أم أو معلما أو غير ذلك فإذا كان يهتم باكتشاف هذه القابليات فهذا معناه فعلا بأنه لديه تصور عن التربية أو أنه ينظر إلى التربية على أنها مشروع وليست أمرا هكذا مطلقا عفويا نعم يجب أن نكتشفها عند الطفل ومبكرا ما لديه من قدرات وما لديه من قابلية وهنا لابد من التمييز بينهم القدرات معناها وش يقدر يفعل وغالبا القدرات هذه تكون مرتبطة بالجسد بالجسد وبالعقل كذلك معناها القدرات الجسدية والقدرات العقلية نتاعه مستوى الذكاء نتاعه مستوى الصحة البدنية نتاعه إلى آخر ذلك هذه قدرات وفي الغالب يعني يتشابه فيها الناس الأسوياء إذا لم يكن هناك خلال مرض ماء فكل الناس متشابهون في قدراتهم فيما أعطاهم الله سبحانه وتعالى مع بعض التفاوت جيد أما القابليات فهذه مهمة جدا وهي لذلك المقدمة التي تفضلت بها رأي تصب يعني بدقة في هذا الموضوع وهو أن الله سبحانه وتعالى قد وزع على الناس وعلى البشر وزع عليهم قابليات بحيث جعل كل فرد منهم لديه قابلية ولديه إمكانية على أن يتفوق في مجال من المجالات قابليات هذه رزق رزق تماما كغيرها من الأرزاق الله تعالى قسم على العباد هذه القابليات حتى يتكاملوا لأنه ليس من المعقول باش كل العباد يكونوا كامل كيف كيف لأنهم في النهاية في الحياة مش رح يقوموا بكل المهام كل الناس سيعملون نفس الأعمال وسيمتهينون نفس المهن وبتالي نظرا للاختلافات الموجودة ونظرا لحاجة الناس بعضهم إلى بعض نحن نحتاج إلى المعلم ونحتاج إلى النجار ونحتاج إلى الخباز ونحتاج إلى الشرطي ونحتاج إلى العسكري ونحتاج إلى الطبيب وإلى آخر ذلك فلذلك الله تعالى غرس في الإنسان كل واحد يعني كأنه رسم فيه منذ أن خلقه ورسم في فطرته قابلية ما لكي يتفوق في مجال ما المشكلة إذا أهمنا موضوع القابليات وفي أغلب الأحيان مهمل وفي أغلب الأحيان قليل من يفكر فيها أنا مهمل في أغلب الأحيان تجد يعني خلينا نكون واقع مثلا أنا وقفت على كثير من هذه الحالات مثلا أحد الآباء مرة اشتكى لي بأن ابنه لا يريد حفظ القرآن قال لي أنا أحب ابني حفظ القرآن ودخلت للمدرسة القرآنية ولكن للأسف الشديد لم يحقق شيئا وكان دائما يذهب متثاقلا ودرت كل ما في وسعي ودرت كل الإغراءات وكل أنواع التحفيز لكن لم يحقق النتيجة التي أرجو منها مضاله سنوات ولم يحفظ إلا الشيء القليل جدا قلت له يا سيدي هل حفظ القرآن يعني فرض واجب على كل الناس يا سيدي ما يحفظ القرآن يحفظ بعض الصور منه يحفظ الفاتحة وبعض الصور يصلي بيهم وانتهى الموضوع لماذا يحبوا يحفظ القرآن فتعجب قال لي أليس حفظ القرآن يعني حاجة مليحة للإنسان قلت له لا حفظ القرآن لو كان حاجة ضرورية ودالوا رب يواجب فرض ابنك ما وشتح حفظ القرآن قلت له وين المشكل يعني أهات منها مثلا واحد آخر أيضا خلينا نذكر مثال آخر أذكر أيضا أن إحدى الأمهات حدثتني عن ابنها وعن شغفه بكرة القدم طبعا كل شباب لديهم شغف أو الغالبية السائقة لديهم شغف بكرة القدم لكن هي قاتلة مش عادي يعني ابني صحيح من كرة القدم كما يقوله ينوض ويرقد عليها وانا خايفة لي وانا كيفاش وانا الكرة هذه مش مليحة وقالوا لي حرام بين قوسين إلا أخير قلت له ما ضع واش فيها إذا كان ابنك خليه يشد هذا الطريق مسار كرة القدم يا سيدي على هم يوليش كما لاعبين الكبار سيدي ولي يعود كما رولاندا ولا يعود كما مارادونا أين المشكل يعني أين المشكل خليه يتفوق في هذا المجال رب يعطاه في هذا المجال يعني تفاجأت طبعا سما نفهم منك أستاذ أنه في الأغلب الأحيان عنا نمط في راسنا نحن كأباء أيوة على أنه إذا أنا ابني يحب يكون ناجح وصالح لازم يكون هكذا ولا ما يكون ولا ما يكون شو هذا والخطأ اترك أو دع ابنك يتفوق وينجح في المجال الذي خلقه الله لها وكما كنت تتكلم أستاذ كلمك كبير أنا ممكن درت المقدمة بساطة يعني مقدمة من السيرة النبوية ببساطة لأنه الناس متصورة على أنه موضوع القابليات والتربية هذه وكذا وكأنه غير الغرب ينجح فيها ولما لكن لما تغوص في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتراها في كل لحظة موجودة متناثرة في السيرة هذه أنت ذررت المثال بزيد بن ثابت لو كانت جي تقرأ على كل الصحابة صحابة النبي عليه الصلاة بزيد تجد أن كل واحد فيهم كان عنده قابلية وكان عنده قابلية ووظفه النبي صلى الله عليه وسلم في المجال وفي القابلية التي يصلح لها خالد بن الوليد رضي الله عنه بمجرد أن دخل الإسلام حتى أصبح قائدا عسكريا بل هو القائد الأعلى قائد الأركان بتاع المسلمين بعد إسلامه بقليل وكان هناك صحابة أسلموا منذ بداية البعفة النبوية ولم يحظوا بهذا الصحابة التكريم أو بهذه المكانة لماذا؟ لأن خالد بن الوليد هذا يطاق أنتعه هذا هي القابلية أنتعه عنده القابلية العسكرية ونجب أن يوظف لصالح الإسلام وقس مثل ذلك على كل الصحابة كان يوزع عليهم المهام وكان عليه الصلاة والسلام يشجع وهذا هو المهم كان يشجعهم على أن يسيروا في الطريق الذي يناسب شخصيتهم عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكن رجل قتال ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر يعني أعطاه سهما في الغنائم نعم لماذا؟ لأنه ساهم بجهاد المال صحيح هذا هو على ما أعتقد في غزوة بدر ما حضرش هو لم يحضر ومع ذلك ضرب له بسهم بالضبط لأنه أنفق لأنه أنفق نعم ثم في الأخير في الأخير أي مربي ناجح لأي حضارة هي تعتمد على اكتشاف القابليات أبناء تلك الحضارة تماما علينا أن نكتشف هذه القبيليات لأن نكتشافها مهم جدا هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء أنت على المستقبل سيكون لهم دور كبير في قيادة هذه الأمة في شتى كلهم في مجاله عندما نقول القيادة معنى سيكون هناك قائد في العلم سيكون هناك قائد في الجانب العسكري وسيكون هناك قائد في الجانب الاجتماعي وما إلى ذلك فعلينا أن نكتشف هذه القابليات لكي نوجه أبناءنا الوجهة الصحيحة التي يتفوقوا فيها أنا نظن ما كانش أب أو مربي إلا ويتمنى يكون ابنه متفوق نعم يكون في القمة باش يتفوق يتفوق في المجال تاعه لا يقدرش يتفوق في مجال لا يصلح له هذه الصورة مرة شفتها هي كاريكاتور نعم لأنه يشغل إنسان وأمامه حاشكم أربع حيوانات دلفين وقرد وأسد وطائر نعم ويقول لهم من يستطيع استباحها أسرع باين الدلفين يستطيع بقى ما يقدرش وكذلك يكتب وكذلك القبيليات فإذا عندك أنت قبيلية في مجال رح تبدأ فيه لكن لما تحب تفرض تحطه شغل تحطه في مجال خاطئ رح تروح 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 طاقته هباء منظور بالعكس يدخل في عملية تدمير ذات تماما لكن أستاذ ما هي أغلب هل يمكن دروا إحصاء معين أو ذكر عام لبعض القبيليات المهمة اليوم مهدرة في مجتمعنا نعم حقيقة أن المجتمع يحتاج إلى كل القبيليات يعني المجتمعات هذه تحتاج إلى يعني قيادات في كل مجالات الجانب الاجتماعي الجانب العلمي الجانب السياسي الجانب العسكري الجانب المالي الاقتصادي إلى آخر ذلك من هذه القبيليات الآن رأنا في واحد الواقع أن أحيانا تجد إنسان ربما كان واحد الحكمة تقول هناك من هو رئيس وليس قائد وهناك من هو قائد وليس رئيس معناها قد تجد الإنسان يعني يتبوأ مكانة معينة لكن في غير مجاله للأسف الشديد صحيح تجدنا أن ندفع مثلا للسياسة من ليس من أهل السياسة أو ندفع للاقتصاد من ليس من أهل الاقتصاد فهناك نعم الكثير من القابليات المهملة حتى في الجانب الترفيه حتى في الجانب الرياضي إلى آخر ذلك من الجوانب التي تحتاج مننا إلى أن نوجه أنا أذكر أخي محمد كان عندنا وحد الزميل أستاذ رياضيات وكان الحقيقة من النوابغ تتعى الرياضيات كان من النوابغ الرياضيات لدرجة أنه عنده نظريات في الرياضيات خاصة به لكن هذا الأستاذ للأسف الشديد فشيل في تربية أبنائه والسبب بعد اكتشف هو السبب هو أنه كان يريد أن يدفعهم إلى الرياضيات لا حاول يعني يعني هو شاف يجد متعته في الرياضيات حابهم هو ثني كما كثير من الأطباء يتحب يبعث أبناء أبناء خليفة له والمصيبة أنه أذكر أن إحدى بناته كانت متفوقة في الجانب الأدبي كانت أدامه الأدبية وكانت تقريض الشعر وتكتب القصة وعطاها ربي وعلى الإمكانية أدبية كي وصلت للتعليم الثانوي أجبرها على أن تدرسها في الشعبات الرياضية المسكينة تعثرت نعم تعثرت ووصلت للباك وعقبت البكالوريا مرات عديدة ولم تتحصل عليها وفي الأخير يعني بعد أن تفطنا هو إلى هذا الأمر وأنا كنت من الذين نصحوا قلت يودي بنتك هذه خليها تبدل الشعبة برك تدير شعبة أدب أعرفت نظرة المجتمع لشعبة الأدب وهذه نظرة في الحقيقة ظالمة جدا وعليش الأدب يعني ماذا بنا ناس تتفوق في الأدب المجتمع يحتاج إلى الأدباء والشعر والله أستاذ أسمح لي لما حكينا عن المجتمع لأن لما تعيش في مجتمع متخلف أقولها بصراحة و بكثير من التشاون لما تعيش في مجتمع متخلف والسقف واطي بزيف وحتى من يروح وتخصصات تبدون جميلة السقف ما يكفيهمش فلما تعيش في مجتمع بفتوح للجميع يمكنك أن تبتع في أي مجال سواء في الأدب أو في الرياضيات أو في الفيزياء أو في الطب أو في أي مجال آخر ولكن هذا ليس إبداع هذا إبداع مزيف وزيد كما قلت سقف محدود يعني نحن الآن كمجتمع يعني نصبه إلى المهوض وإلى الحضارة حين ما يمكنك نكتفي بهذه المستويات المتواضعة الآن في الإبداع وفي الإنتاج العلمي والفكري نحن محتاجين إلى قمم لكن أستاذ كيف أكتشف هذه القابلية في إبني هذا سؤال مهم جدا لكن أنا بارك حبيت قبل أن أجيب على سؤالك نكمل لك فكرة الأداب ويعني أن هذه الفتاة فعلا عندما انتقلت إلى شعبة الأداب نعم تفوقت وتحصلت على البكالوريا بمعدل مرتفع وهي الآن أستاذة جامعية في الأدب الله العربي ومتنس يعني يعني على شي ضيعت لها من عمرها كم سنة يعني وحرمتها وحرمت المجتمع أيضا منعك كطاقة يعني كبيرة كيف نكتشف القابليات هذا مهم للغاية المربي الذي يمتلك رؤية وتصور كما ذكرنا وتخطيط للتربية يجب أن لا يغفل أبدا عن الملاحظة الدائمة والملاحظة الدقيقة لابنه منذ نعمة أظفاره بل حتى عند الولادة ركز لي شوية نركز على المقر بالمثال نقدر لنفهم مش طلع هذا مثلا مثلا بالضبط قالي نضرب لك مثال من التاريخ لا مش واقع من التاريخ وقال يعني ذكر هذا ابن عبد ربي في كتابه الأدبي الشهير العقد الفريد نعم ابن عبد ربي الأندلوسي نعم يذكر يروي واحد القصة عن هند بنت عتبة اللي هي زوجة صحي عرفت القصة أبو سفيان نعم وأم معاوية ابن أبي سفيان يقال أن هند هذه كانت طبعا من الشخصيات المعارضية هي كانت شخصيتها قوية شخصيتها قوية نعم ويقال أنها كانت مرة جالسة مع نسوة وكان يلعب بجوارها ابنها الصغير معاوية كان لازال صغير جدا يعني مازال مازال بلك في عامه الأول يلعب بحدها ونساوي يحكو مريحين فيبدو أن امرأة من الحاضرات كانت تراقب هذا الصبي وهو يلعب بفطنتها أو بذكائها استنتجت شيئا فقالت لهند قالت لها يا هند ابنك هذا سيسود العرب سيصبح سيدا على العرب فماذا قالت هند وعيد الله قالت ثاكلته إن لم يسد إلا العرب نعم شوف هذا الجملة أولا فيها طموح كبير يعني أنا مش قبل منه بشيكون سيدا على العرب أريده سيدا على العرب والعجب ثاكلته إن لم يسد إلا العرب هذا معناها أن هند كان عندها تصور كيف تربي ابنها ليصبح سيدا أو ليصبح قائدا كبير وهو ما حصل وتعجبني عبارة يعني لعبد الله بن عمر الصحابي الكبير ألا سيدنا معاوية يقول يقول ما رأيت رجلا ياسوس وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت مثل معاوية ابن أبي سبيل حتى عمر حتى عمر تربى تربية ليكون قائد كبير تمام هذا هو تربى في بيت يؤمن بالمشروع بالتربية كمشروع بالإنسان كمشروع لا لو حتى قرأي شهادة كانت هكذا لتربية خالب ابن الوليد ما كانتش ما كانتش هكذا يعطيها ليكون من بعد هو القائد اللي يفتحها بلاد فرس وبلاد الروم في الشام تربية عسكرية من اللي كان صغير يعني هناك اكتشاف للقابلية من الصغر نعم إذن اكتشاف القابلية يكون بالملاحظة جيد عندما يعني كان حاجة نسموها سيمات السيمات السيمات هذه هي عبارة عن صفات يعني قبلية أو أولية تظهر منذ الطفولة على الطفل وتخلينا يعني نتوقع له مستقبلا ما في مجال ما يعني خلينا أعطي بعض الأمثلة أحيانا تلاحظ أن ابنك مثلا لديه ملكة كلامية ملكة لغوية وهو صغير يهضر مليح صحيح أنا مرة أحد الآباء قال لي أنا ابني ابني يهضر بزاف ابني ثرثار نهار الطول قاعد يثرثار قلت له ابشر ابشر ابنك هذا مشروع خطيب والخطبار معدهم مكانة وعدهم دور صحيح يعني إذا لحظت ابنك مثلا يميله مثلا إلى اللعب كثيرا إحنا الآباء أو الكثير مننا يعتقد بأن حب اللعب هو أمر سيء وهذا خطأ بالعكس رغبة الابن في أن يلعب كثيرا معناها أنه يريد أن يفعل وأن يعمل كثيرا لأن اللعب بالنسبة للطفل شغل شغل عمل وبالتالي هو الآن يلعب كثيرا معناها لما يكبر يعمل كثيرا يخدم يقول لي كما يقوله يعشق الخدمة ما كنت تحكي لي كما كذا أستاذ نحس بكمية الجرائم التي ترتكف ترتكف عندما تقمع وتمنع من اللعب لا لازم تروح تقرأ رح دير واجباتك رح قراء كذا رح كذا رح كذا ما يخلي له حتى تنفس رح للدعم ما يخلي له وقت ما يخلي له فرصة لكي يلعب وحتى داخل اللعب يقول أهل التربية بأن نوعية اللعبة التي يفضلها الطفل تنبئنا عن مستقبله إذا شفنا مثلا أن الطفل يميل إلى الألعاب الجماعية يعني يحب يلعب مع غيره يحب يلعب مع غيره هنا يعني هنا لازم تلاحظ تكون دقيق الملاحظة هل هو يحب أن يبادر باللعبة وأن يستدعي زملاءه ويستدعي أصدقائه ليلعبوا معه يقول يعني تعالوا معي هذا قائد هذه الشخصية قيادية هذا لو كان يلقى عناية رح يقول لي إنسان خارق لكنه في كثير من حيان كما تفضلت يقمع أما إذا وجدته بالعكس هو يبحث عن أن عن أن ينظم إلى مجموعة إلى مجموعة فهذا إنسان تنفيذ شخصية تنفيذية وهذا أعضل مهم بصغر هذه شخصية تنفيذية إذا كان مثلا نلاحظ في بعض أحيان لعلك أنت أو أنت أخي محمد عندك ابناء ربي يحفظهم تجيب له مثلا ابنك تجيب له لعبة يلعب بها شوية خمس دقائق عشر دقائق يكسرها ما هو شعورك تقلق تقلق وتغضب ربما نعم وتقوله ما زيش نشير كله الرياكس الطبيعية كان المفروض العكس كان المفروض أن تشكره لماذا؟ لأنه كسرها في الحقيقة لأنه يريد أن يكتشف هذه اللعبة ما هي وكيف تشتغل وهذا طفل غير عادي الطفل العادي يلعب باللعبة لكن الطفل الغير عادي الطفل النابغة هو طفل يتجاوز اللعب لكي يفهم كيف تشتغل هذه اللعبة أنا أصرت لي ممكن تجربة شخصية مع ابني عنده زي سيارات سيارات اللولة كسرها فجاب جاب تور نوريس جاب العجلة على السيارة اللولة اللي كانت مكسرها ودها للسيارة الثانية نقصتها عجلة وحطتها وقالي بابا ركبوح شفت كيفاش ونعم بقى ثم ما فهمتش يوم رياليتي ما تركبش لكن كيفاش نصب الحواها تركب لهنا تلقى أنه هناك قابلية لتصليح الأشياء عنده تماما تحتاج الرعاية هذا هذا النوع من السلوكات تحتاج إلى رعاية كبيرة جدا وكونه دي جا فكر هذا الفكرة جاتوا وهذا الفكرة انتاع أنه يناحي العجلة من هذه ويركبها في هذه هذه فكرة ممتازة فكرة ممتازة تنبع عن قابلية وعن ذكاء لابلك حتى الذكاء اليوم رأينا لا ننظر إليه ولا نصنف الأبناء وهذا من السلوكات الخاطئة أنك تقول هذا طفل ذكي وهذا طفل غبي ما كانش منها كان طفل ذكي في مجال معين نعم ذكي في مجال ميكانيكي ذكي في مجال اللغوي ذكي في المجال العقلاني المجرد ذكي في المجال الحسابي وتروح له في جوانب أخرى يبال لك غبي يبال لك موش ذكي فبالتالي اكتشاف القابليات يظهر أثناء اللعب أول حاجة ولاحظ ابني ثانيا لاحظت عنه مثلا سنوات 2-3 وليس فقط ملاحظة عابرة بالضبط تحتاج أنك تلاحظها عدة مرات ممكن يكون فيها نقاش مع الأم حاجة مشتركة ليس أنا فقط من الأعصاب وبعد أنا اكتشفت عنده كيف أقوم برعاية أو بداية الاستثمار في هذه القابلة هنا هذا إذا كان الطفل هو لازال صغيرا هذا رح يخليك مثلا تحسن اختيار اللعبة التي تناسبه جيد لاستئيل اللعبة جيد اختاره اللعب فعلا وستلاحظ أن هناك لعب يفضلها دون أخرى إذا كان يفضل اللعبة الجماعية مع غيره فلا بأس أن تستدعي ابن الجيران إلى بيتكم وتقولوا ملعبوا مع بعضاكم خليه حقق هذا الرغبة حنا تكلمنا على اللعب ولكن هناك مجالات أخرى أيضا تظهر فيها القابليات فالقابليات مثلا تظهر في القسم في الحجرات الدراسية نعم نعم ويجب أن ينتبه إليها الأساتذة والمعلمون قد تظهر قابليات في الرسم قد تظهر قابليات في الخط قد تظهر قابليات في الكتابة والتأليف قد تظهر قابليات في في الإلقاء قد تظهر قابليات في الصوت الحسن نعم اللي هي في نفس الوقت مواهب ولكنها تنبئ عن قابليات لو أننا أحسننا الاستثمار فيها كما تفضلت عن طريق التحفيز والتشجيع والتعزيز كانت حاجة مهمة غائبة وهي التعزيز هو مش فقط ما يكفيش التحفيز لأن الفرق بين التحفيز والتعزيز ما هو التعزيز مثلا أنك تقول لابنك أنك إذا فعلت هذا الشيء سأعطيك هذا الشيء أن تضع هناك جائزة أو مكافأة قد تكون مادية أما التعزيز التعزيز هو أنك تخليه يستمر أنت نفسك تشجع على أن يستمر وأن يواصل في هذا المجال ويشعر ابنك بأنك قد أفسحت له المجال وأعطيته الحرية لكي يستمر في هذا الأعمال التي يقوم بها أو هذه المواهب ظهرت عنده موهبة مثلا في الرسم أنت هنا تخليه يرسم أنت من من تطلب منه أن يرسم يالله قال يالله أرسم لي اليوم قال مثلا جاء رمضان يالله ديننا رسمات عبر على رمضان أو أن أقيم له حتى معرضا 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 لرسوماته مثلا أو لخطوطه أو لإنتاجه الأدبي أو الفكري تشوفها حتى في الأفلام الغربية لما الأبن يكون يرسم كثيرا تلقى الأب والأم صورة الرسومات تلقوها في البيت وعند ثلاجة وكذا وكأنها هي احترام أيها لأن موهبتك نحن نحترمها وإبن هذا يزيد يتعزز أكثر وأكثر بالمقابل نحن يخرب شهادة الورق ما يعطلوش ذلك الفرصة ليثبت أنا والله لازلت أذكر يعني تذكرت يعني هذا وأنا طفل صغير أدرسه في المرحلة الابتدائية عندي وحدة ذكريات كثيرة ومنها وحدة ذكريات يعني لا أنساها كانت تدرسون معلمة للغة الفرنسية وكانت فرنسية فذلك الوقت كانوا كانوا الفرنسيين يدرسوا عندنا لكوبرون تيكنيكي كي سموهم المتعاونين التقنيين فكانت معلمة الحقيقة ممتازة وتركت فيها بصراحة يعني ربما سيلومني بالبعض لهذا العبارة لكن الإنصاف يقتضي أنها تركت فينا أثرا كبيرا ورغم أنها كانت مسيحية ومتدينة المهم أنا أذكر مرة أنها أني كتبت واحدة القصة من تأليفي قصة باللغة الفرنسية كان عنوانها المتسول المونديون كتبتها وقدمتها لها قلت أنا نعطيها لها تقرأها باش كش ما تصحح حالي فأعجبت بها أشد الإعجاب لدرجة أنها قررت أن هذه القصة تطبعها كان عندنا واحدة المطبعة صغيرة هذا الوقت ما زال ما كانش الكمبيوتر هذا كانت واحدة طابعة يدوية كانت تذكر تعل حروف لكراكتير هذه فقررت أنها تطبع هذه القصة ودير لها غلاف ودير لها رسمة شميلة المهم اعتنت بها وأصبحت تظهرها للضيوف انتاحها والزمل انتاحها بأن تلميذها يعني المهم واحدة العناية كبيرة اعتنت بها هذه القصة أنا نفسي ما كنت أتصور أنها رح تتوصل لهذا وكان هذا فعلا له أثر كبير عملية الكتابة عموما الكتابة عموما معناها أنها أشعرتني بأن رأني كتبت والكتابة تاعي هذه رح انتشرت ووصلت وهذا كان تحفيز كبير يعني بالنسبة لي وأخذتني إلى بيتها وهذا هو بيت القصيد أنها أخذتني إلى بيتها وأهدتني هدية الهدية هذه كانت مميزة جدا وكان عندها واحدة معنى كبير ياسر أهدتني دمية صغيرة معلقة بسلسلة وهذه الدمية فيها في الدمية في رقابتها صليب أنا صغير من فهمش هالأمور مهم علقتها هذه الدمية وفيها الصليب فلما ذهمت إلى الدار شافها الوالد من تاعي رب يرحمه رب يرحمه واش هذا واش هذا يقولون هذه جائزة أعطتها للمعلمة أقلع أقلع فقلعتها ومن بعد فهمني كفر خير في الوالد يشوف ابنيها والصليب احنا خاطئنا الصليب احنا مسلمين احنا أدنا الهلال ولكن انظر اللقطة يعني معلش هي كان عندها هدف أنا احترم هذا الهدف تاح أنا حابة تنشر ربما دين تاح ولكنها استخدمت أسلوبا ولها أنا من سفيد هنا اللحظ أستاذ نعم كما قلنا أنه الاستثمار الحقيقة في الأطفال هذا هو يعني كم من طفل بجسد صغير تقدر تمرر منه رسالة دين دين أنا متأكد أنه لو كان مش الوالد انتبه إلى هذا الأمر فربما أنا مسيحي لقدر الله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام ركو الله فيك أستاذ نأتي إلى نهاية حلقتنا كما قلت أنه لا حضارة ابنة بدون إنسان يكتشف أو يملك قبيليات وهذه واجب على الأباء والأمهات المعلمين المربين على الوزارات والمسؤولين من أول مسؤول في الدولة إلى آخر شخص له القدرة على هندسة أو المشاركة في هندسة مستقبل هؤلاء الأبناء لأن المعركة على أبنائنا اليوم تخوضها أمم من خلال التلفاز ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الفيديوهات من أجل أن يهندسوا أفكار وتصورات أبنائنا إذا لم نكتشف هؤلاء الأبناء ما هي قدراتهم ونعطولهم الاهتمام الكافي لا يمكننا غدا أن نصنع نموذج عصري لخالد بن الوليد ونموذج عصري لعمر بن الخطاب ونموذج عصري لمعاذ بن جبل يمكن صناعة هؤلاء لكن بالاستثمار الجيد في أبنائنا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة